أكد رئيس وزراء تركيا بن علي يلدرم اليوم الثلاثة أن بلاده أعربت عن أسفها لحادثة إسقاط الطائرة الروسية العام الماضي لكنها لن تدفع التعويضات لموسكو حسب قوله يأتي ذلك بعد يوم من إعلان الكريملين أن الرئيس التركي اعتذر في رسالة إلى نظيره الروسي عن حادثة الإسقاط فيما أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية أن أردوغان لم يعتذر بل أعرب عن أسفه لبقوع الحادثة فيما رأى محللون أن اتصال أردوغان يعتبر بداية في سبيل إعادة العلاقات بين تركيا وروسيا والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من تركيا عبر الهاتف المحلل السياسي المختص في شأن تركيا عبو الحسو أهلا بك أستاذ عبو لو توضح لنا وأستاذ المشاهدين ما هو الفرق بين الاعتذار وبين الأسف أهلا بكم أستاذ المشاهدين طبعا في فرق كبير بين التأسف والاعتذار في العرف الدبلوماسي فالتأسف هو شعور عن اتجاه حادثة ما بينما الاعتذار واعتذار رسمي يترتب عليه أو هو موقف سياسي يترتب عليه التزامات وترتيبات سياسية كالتعويض ربما حتى أحيانا يؤدي لها محاكمة لذلك كان حديث أو رسالة الرئيس التركي يدخل ضمن التأسف حيث عبر عن عميق حزنه ومشاركته لعائلة الطيار بحزنهم على مقتل ابنهم وقال بأنهم حسب مقالة إبراهيم كامل المواطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التركية بأن الوزير قال لا تؤاخذوننا بهذا الكلام طيب أستاذ عبو برأيك لماذا تسعى أنقرة لإعادة العلاقات مع موسكو في هذا التوقيت طبعا أنقرة في الفترة الأخيرة أصبحت في عزلة دولية وسياسية فهناك جفاء أوروبي وهناك جفاء أميركي وعدوى من طرف روسيا وإيران فلذلك ربما تركيا أحست بأنها في عزلة سياسية أحدت من تحركها الإقليمي والدولي فلذلك أرادت أن تخرق هذه العزلة بتحسين علاقاتها مع روسيا وأيضا في نفس الوقت طبعت علاقاتها مع إسرائيل طيب أستاذ عبو يعني ممكن أن تكون تركيا قد خرجت من المعسكر الغربي إلى المعسكر الشرقي إلى روسيا يعني طبعا حصار تركيا وحشرة في الزاوية وعدم إدارة أو الغرب أداروا ظهرهم لتركيا فتركيا تجهت نحو الجنوب ونحو الشرق إن صح التعبير نحو روسيا ربما إيران وإسرائيل والدول العربية والدول الإسلامية فلذلك تحاول أن توجد لنفسها موطئة قدم في الوضع الإقليمي والدولي طيب أستاذ عبو رد الفعل الروسي لإسقاط الطائرة الروسية من قبل الجيش التركي لم يكتفي فقط بقتل علاقات مع تركيا بل تعداه لدعم وحدات الحماية الكردية في الشمال السوري برأيك هل إعادة التطبيع الروسي التركي سيحد من الدعم الروسي لتلك الوحدات؟ قد يحد لكن وحدات الحماية الكردية الآن تتلقى دعم أكبر بكثير من الدعم الروسي تتلقى دعم من أمريكا ومن فرنسا ومن ألمانيا من دول الغربية هناك وحدات من الجيش الأمريكي وفرنسي والهولندي يقوم بتدريب وحدات الكردية أيضا تقدم العتاد والمال والسلاح وكل ذلك فلذلك الدعم الغربي أصبح أكبر بكثير من الدعم الروسي ربما نلاحظ أثر ذلك على حد من الدعم الروسي في شمال حلب ريف حلب ربما يكون هناك أثر إذا في حال انقطاع الدعم الروسي عن وحدات الحماية الكردية في شمال حلب لكن في منطقة الجزيرة أظن دعم الغربي أكبر بكثير من الدعم الروسي شكرا جزيلا لك أنت معنا عبر الهاتف من تركيا المحلل السياسي المختص بشأن التركي عبو الحسو شكرا لكم أستاذ المشاهدين